على الرغم من تخصيصاتها المالية الضخمة والعدد الكبير من العاملين فيها لم تنجح شبكة الإعلام الحكومي في تحقيق تأثير حقيقي في الرأي العام العراقي أو بلعب دور وطني خلال الأزمات التي واجهت البلاد بل على العكس اختصر دور الشبكة على التطبيل لرؤساء الحكومة المتعاقبة ونشر الأخبار الكاذبة بشكل ساذج وإنتاج الأعمال الفنية الهابطة من مسلسلات وأغان وسط اتهامات بالفساد والطائفية والحزبية بحسب كتاب وصحفيين وعملين سابقين فيها أكدوا أن هناك رؤية حكومية منذ عام 2003 للسيطرة على الإعلام ضمن مساعد دولة العميقة التي تحاول بس سيطرة على العراق سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأعلاميا شبكة الإعلام التي من المفترض أن تكون هيئة مستقلة يديرها مجاهد أبو الهيل منذ 11 من أيلول عام 2017 خصصت لها ميزانية من البرلمان وصفت بالانفجارية حيث لا تشير المواقع الرسمية للشبكة إلى عدد العاملين في أقسام الشبكة أو حجم تمويلها إلا أن هناك تأكيدات من داخل الشبكة من أن مبالغ تمويلها هائلة جدا رغم عدم حياديتها وتبنيها خطاب الحكومات والميليشيات وتحديدا خطاب حزب الدعوة بعيدا عن العراق وما يعيشه من معاناة مستمرة وغضب شعبي متواصل مراقبون أكدوا أن الفساد المالي والإداري يعد أحد الأسباب الرئيسة التي تقف وراء إخفاقات شبكة الإعلام الحكومي مستشهدين بصرف مبالغ طائلة للشبكة وبأعداد من العاملين فيها تصل إلى أكثر من ثلاثة ألاف موظفة في ظل أزمة مالية خانقة إلا أنه لا أثر يذكر لها على أرض الواقع وعلى خلاف كل المؤسسات الإعلامية في الدول الديمقراطية الحق فأن شبكة الإعلام نقلت أجندة السلطة وتحديد الرؤية الإطار التنسيقي بأحزابه وميليشياته وأغلقت مبدأ التسابق نحو نقل حيادي سريع للأحداث ما أخضع مناصبها الإدارية والفنية إلى ميزان الولاءات والمحاصصة وإدارتها بعقلية موظف الحكومة وليس بعقلية الصحفي ترجمة نانسي قنقر